السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقدم لكم هذا الدرس اللي في هات نبات مع الطرز الرباطي كنتمنى ان هذا فيديونا الاعجاب ديالكم فهنا كما تشوفوا اول حاجة طلعوا الخير من الواسط هنا سنخدموا من الواسط هنا سنرجع نضرب بالابرة في البداية ونرجع نطلعها من هنا من النقطة الاولى هذا الطرز الطرز الرباطي سهلة ومتقونها 100% هنا ارجع النقطة الاولى ونطلع هنا من الواسط كل مرة منين سنخدموا هنا لا سنقوموا في نفس المكان فنرجع البلاسة هنا من البداية ونطلع الابرة من البداية اللي بدينا بها كما تشوفوا هنا الابرة سنخدموها الطرز الرباطي سهلة و بسيطة فنخدموها فنخدموه بها طريقة بسهولة وبسهولة نرجع هنا نطلع الابرة من البداية دابة سنخدم هنا نضربوه في هذا المكان ونطلع من الواسط ماشي كل مرة ماشي كل مرة يكون عندنا نفس الواسط هنا استخدمت الخيط مبروم على 4 شعرات حرير دي القصبة حرير عادي هذا ممكن تستعملوا الحرير الاخر الحرير اللي تكون مبروم تكون صراحة حسن من هذا الحرير هذا فهنا لاحظوا ان احنا قادي نضرب هنا بالمسافة قريبة بزيخ فهنا خدموه غير بشوية عليكم وغير دقة دقة عليكم طلعوا هنا الابرة من هذا المكان يعني من البداية غنرجع هنا لاحظوا مزيان ان كنطلع يعني الابرة كل مرة من تنخدمو هاد شكل بسيط وساهل ممكن يعني اي وحدة وخد تكون مبتدئة انها تخدم هاد بهالطريقة البسيطة فسيروا غير بشوية حتى تتعلموا لاحظوا الابرة يعني من ان تنخدموه مرة تنخدموه من البداية مرة تنخدموه من الوسط لان هاد شكل فيها بزاف ديال يعني الالتواءات فكما كنتشوفو هاد ورايدق خدمت انا بهالطريقة كنت من هاد طريقة تنال اعجاب ديالكم هادشي علاش احنا تنخدموه هنا طرز الرباطي بهاد الاسلوب لانا عدنا بزاف ديال الدورات فتنحاولو نعمروا كل شي ما نخليوش الفاراغ زيروا الخدمة مزيان ضروري انكم تزيروا الخدمة وخدموه غير بشوية حتى تتعلمو تشي حاجة مصعيبة كل شي ساهل خاص غير الانسان يبدأ فهنا كيفما كتشوفو انا كملت الوردة ديالي وغادي نبدأ في هاد الوريقة هادي شوفو هاد الوريقة اول حاجة كيفاش ارسمتها ودابا كيفاش نخدموها نخدموها بطريقة اخرى خدو خيط يكون بروم الاربعة الشعرات انا هنا اخدمت بخيط على الاربعة تبت اول حاجة الخيط دابا الخيط ها هو في هاد الاتجاه غادي نجيل هنا الوسط ديال الورقة اللي عندي وغادي نطلع الابراء من الوسط من منتصف الدائرة هنا كيفما كتشوفو كيبال لكم هاد الخدمة بحل حبيك لتنستعملو فراندة فهي فعلا بحل هنا يتنحبكو هاد الطريقة هادي زوينا لانها كتعطك واحد الحاشية في الجنب شوفو الحاشية هنا كيفاش غدا تتكون ها غادي نخدامين والحاشية تتكون معنا في الجنب الخيط ها هو في هاد الاتجاه غادي نبقى مستمرين بنفس الطريقة دائما نخليوا الخيط في هاد الاتجاه ونضربوا من الوسط وغادي نخدموه نطلعوا ها هي الابرة ديالنا في هاد الطريقة نرجع الوسط نتابهو غير للدورات اللي تيكونوا قراب بزيف انتو ما غادي نتشوفو ها هاد الدورة كيفاش غادي نخدموها فهنا استيرو شوفو هنا الضربة كتكون قريبة هاد المكان هاد لانني انا هنا عندي هاد الدورة فالوسط شوفو هنا تقريبا تنضرب في نفس المكان في الوسط دوروا مع الخدمة غرب شوية عليكم كما قد لكم نتابهو مزيان غير البلايس اللي تيكونوا قراب في الرسم لان احنا خسنا نحافظو على الشكل اللي رسمناه فهنا قل ابرة انا غادي نطلع ها يعني غادي نخدم هنا في نفس النقطة باش ندور باش ندور مع هاد الخدمة خسني ندور معها كاملة ونحافظ في نفس الوقت على الشكل اللي انا رسمت خسني نحافظ عليه فهنا انا كملت الورايقة دياري وغادي نرجع هنا نخدم بالعقيقة هادي نبتو هاد الدائرة اللي عندنا في الوسط ركبنا العقيقة وغادي نلويه ثلاثة اللويات ونرجع نضرب في العقيقة من الوسط وغادي نضرب هنا قريب المكان اللي طلعت منه الخيط مش ميت تتحلش لي الخيط مخصوش يتحل اتشي علاش احنا مكن نضربوش في نفس المكان هنا هادي الغرزة الفرنسية فغادي نرجع نطلع الخيط من هاد المكان اللي قريب لي ونركب العقيقة ديالي وغادي نلوي ثلاثة تلويات ممكن تلويه حتى اربعة تلويات ماشي اشكال هنا الخيط نبروم على ربعة الشعرات والابرة ارقيقق ابرة اللي ممكن انا تخدم لنا في هاد العقيقق لان كما تشوفوا العين دياله وهي صغيرة بززيف فاستخدمت هاد الابرة ارقيقق باش تخدم ليا ماشي الابرة ديال الراندا اللي تنعرفو الابرة ديال الراندا باش تكون غليضة شوية على هاد فطلعت الابرة من هاد المكان وغادي نركب العقيقة ديالي وغادي نلوي بطبيعة الحال ثلاثة تلويات كما العادة باش انتبت هاد العقيقة ماتتحلش لي من بعد مخصش تتحل اتشي علاش خاص هاد العقدة الفرنسية تكون كبيرة تكون كبر من العقيقة اللي عندي فانه هنا كملت هاد الدائرة وغادي نرجع نبت هاد الجوانب ديال الطرز الرباطي اللي ادرت في البداية ركبت هنا جوجة العقيقات خدمت بخيط عادي خيط ديال الجرارة عادي اللي تنخدمو بي ممكن استخدموه سبيب وغادي يكون افضل فنرجع هنا الوسط ما بين هادوك جوجة العقيقات ونرجع كما كتشوفو هنا الابرة خدمت هاد شكل ركبت جوجة ديال العقيقات ونحاول انه نتبع لهذا الرسمة اللي انا رسمت نحاول انه العقيق يدور مع الرسمة وما يبقاش في نفس الوقت ستيله يعني اللي رسمت به تايبان فطلعنا الخيط من هادوك الوسط ديال الجوجة للعقيقات وغادي نرجع نضرب في العقيقات الاخيرة اللي عندي هادوك الاخرانية نرجع نركب جوجة العقيقات الاخرين وهنا غا نضرب في الوسط يعني بش تبالية شوفوهنا مزيان انتبت الخيط هنا تحل وحد شوية فنرجع دائما في العقيقات الاخيرة هنا مشي ضروري انكم تستخدمو جوجة العقيقات كي اللي ممكن تستخدمي احتر ربعات العقيقات ولكن غا ترجع نضرب في الجوج الاخيرة إلا استخدمتي ثلاثة غا ترجع نضرب في الوحدة الاخيرة اللي عندك هنا نحاول انني نتبت هاد العقيقات مزيان وغادي نرجع نعمر الوسط ديال هادو الخدمة هادو نرجع نعمر في الوسط استخدمت هنا غر عقيقات وحدة اللي غادي نتبت بيها المهم هاد الفراغ ما يبقاش يبان عندي وفي نفس الوقت انني نتبت العقيق مزيان يعني خالسك تعمر الفراغات وتبتي العقيق مزيان باش ما يتحلش من بعد استخدموا اي نوع من الخيط بغايتو ممكن تستخدموا حتى الحرير ولكن على حساب اللون ديال يعني اللون اللي عندكم فهنا انا غادي نستخدم نوع اخر من العقيق هاد النوع هادا استخدموا اي نوع بغايتو غادي نخدم به هاد شكل اللي كتشوفو امانكم انا ارجع دائما كنا ارجع هاد الرجعة هادي باش نتبت العقيق الاخيرة وغلنا اخد جوجة العقيقات وحدين اخرين نركبوهم فانمشيو غير بشوية علينا حتى نتعلمو نرجع كذلك فهديك العقيق الاخيرة ضروري ترجع فهديك الاخيرة باش الخدمة تتبت عندي مزيان فهنا انا غادي نتبت هاد الخدمة هادي كنتمنى ان هاد شكل ينال الاعجاب ديالكم ومتبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب فهذا وشكل شكل نهائي دي الخدمة ديالنا اللي خدمنا كنتمنى ان هاد خدمتنا لاعجاب ديالكم وشكرا على المتابعة وبارتاجي والفيديو اللي اعجبكم طبيعة الحال شكرا على المتابعة